بسم الله الرحمن الرحيم ومع كنزاً عظيم جديد من كنوز السنة لأنه أكثر الناس نازلنا في الفضل العظيم اليوم مع شراء ومختصه الله سبحانه وتعالى من الملاقبة العظيمة في العمل الصالح في هذا اليوم روى الإمام الديلمي الحافظ الديلمي في كتابه مصدد فردوس من حديث عبدالله بن عباس والإمام بن جوزي في كتابه بستان الوعيظين ورياض السمعين هولو حدثكم الحديث وهولو حدثكم ما يحسن هذا الحديث فمن شاء أن يعمل به يعمل ومن لم يشاء فهذا شأنه قال عليه الصلاة والسلام من أفطر عنده يوم عشراء فكأنما أفطر أفطر عنده جميع أمة محمد صلى الله عليه وسلم وأشبع بطنهم ومن مسح على رأسيتهم في يوم عشراء رفع الله له بكل شعر درجة في الجنة ومن كس فيه مسكينا فكأنما كس مساكين فكأنما كس مساكين أمة محمد صلى الله عليه وسلم وكساه الله سبعين حلة من حلة الجنة يعني معنى كده إن النفقة في يوم عشراء لست كنافقة في أي يوم لا ده أنت لو أنفقت على يتيم أو أنفقت على مسكين كأنك أنفقت على مسكين أمة محمد جميعا ولو فطرت عندك واحد كأنك فطرت أمة محمد جميعا لذلك يسأل جدا الصدقة يسأل جدا إفطار في ياريت كل واحد يسمع الوقت عنده ساعة يعمل فطار سخن يوم عشراء ويديه لحد من مساكين بنية أن رب الله سبحانه وتعالى يعطيك سواب إفطار جميع المسلمين وهذا لا يسبب بعيدا على رب العامي سبحانه وتعالى وأيضا من كسعوا ريانا فكأنما كسعوا مسكين أمة محمد جميعا من مسح على الرأس يتيم فهذا كل أنا إن شاء الله هجيب الفقراء اللي أنا عرفهم في يوم عشراء لو ربنا أحيانا وأعطيهم في يوم من هذا اليوم عملا بهذا الحديث رجاءا أن أخذ سواب التصدق على جميع مسكين للأمة سواب عظيم رب العالم يكون سببا في وصولنا إلى الفردوس الأعلى يقوي هذا الحديث حاجتين أولا اللي أنا قلتوا في الدرس السابق الحديث اللي حسنه جمع كبير من العلماء المنوسع على أهلي في يوم عشراء وصل الله عليه سائر أسنة وقالوا كثير ومن اكتحل في يوم عشراء لم ترمض عينه طوال السنة ومن اختسل في يوم عشراء لم يمرض إلا مرض الموت فمش معقول ربنا يختص يوم عشراء بالحاجات دي مش يختصوا كمان بالنفقة وإفطار الصائمين فإذا هذا الحديث يأشهد لهذا الحديث ثانيا جاء في كتب أهل الكتاب الكلام ده ذكروا ابن الجوزي وذكروا روي عن موسى من صام يوم عشراء فكأنما صامت ضهر كله ومن تصدق يوم عشراء فكأنما لم يطرق سائلا إلا أعطاه فكأنما لم يطرق سائلا إلا أعطاه نفس الكلام ومن مسح على رأس السلاتين فكأنما مسح على رأس اليتم فان شيء عظيم جدا فإحنا الولماء الأصول الفقه قالوا شرع من قبلنا هو شرع لنا ما لم يكن في شرعينا ما ينسخ شرع من قبلنا ورسول عليه الصلاة صعام في الحديث صحيح حدثوا لا تصدقوا بني إسرائيل ولا تكذبوهم وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حركة فالشكل في كتب أهل الكتاب التتوافق مع كتبنا مع شرعينا نأخذ به إذا كان كتب أهل الكتاب جاء فيها نفس مقيلة في الحديث إذا كان هذا يقوي الحديث فيا ريت نعمل بالكلام ده النفقة أيضا يعني قلتلك قبل كده الاختسال والاكتحال والزينة للمرأة والاكتسال لكل تختسل تختسل عشان ربنا بنيت أن أنت يعافيك متعافة من الأمراض والمرأة تكتحل عشان بنيت أن تتحافظ على هنا وطول السنة والتوسيع على الزوجة الأولى بنيت لا مشكلة مشكلة ده فطر مسكين ربالك أنك فطرت وتصدق يعني هات الموسيكين اللي تتعرف في اليوم ده وتصدق عليهم بنيت أنك أنك تصدقت على جميع مسكين أمة محمد صلى الله عليه وسلم ولو قدرت أنك تحسن يتيم أحسن فهذا صواب عظيم ونحكتبكم البعض والأحديث ديت في الوصفة بتاع الفيديو نسخوا هذا الكلام ونشونا الشيء عزيزي أقولوا قولي هذا استخدر الله اشتركوا في القناة